أول ما دخلت على لجنة الاختبار كده زمان ده زمان أول كنا بنمتحن زمان ثلاث حاجات تقري القرآن وتعريبي من القرآن ده في المتحلل اختبارات الإزارة؟ اختبار الإزارة المصرية تقرأ بأحكام التجويد والتلق ده لا تقرأ بس تقرأ صح هو بيختار آيات معينة أو صور معينة علشان يكتشف السين والقاف والصاد اللي هي الحروف زي إيه بقى؟ زي مثلا صورة الناس عشان حرف السين الفلق عشان حرف القاف أو السين بتصفر في ناس عندها السين بتصفر وهم ما معرفوش طول عمره وغاية مرأة إذا أقوله السين بتصفر فهم ما يفهمش أنا السين يعني إيه السين بتصفر؟ بيبقى فيه هوا طلع زيادة من بين السنان اللي في الوش اللي هما دو فبيطلع دي تتبلع في التلفزيون إنما في الراديو ما تتبلعش بصي لو هو بيتكلم وتحتيه بيد مزيكة مش حبان السين لكن القاف حبان يعني يعني الأهون مشكلة السين مش مشكلة القاف وهما الاتنين علاجهم عن الدكتور يعني أولا علاجهم عن الدكتور صحيح يعني نروح للدكتور يحللوا مشكلة السين زي ما نبقى لجنة الاختبار دي اللي ما يقولش صورة الفلق كويس أو صورة الناس صور معينة وتعربي منها يعني يقولك يا رب الكلمة دي غالبا طبعا ما حدش بعرف صعب يعني كويس أوي سألوني قال لي في تعرف ايه عن الفاو منظمة الفاو وكان في معركة الفاو أساعتها ما بين العراق وإيران وفي حاجة كده بس طب خش يا ابني ابني دخل جاوبت كويس هو دليل أنا فاكر السؤال أنا فاكره بس لا طبعا ما أعربتش لا ما كنتش عارف عربي خالص كنتش عارف عربي خالص وكان ساعت الأسوات أمين بسيوني رب ندله الصحة كان هو رئيس اللجنة فقال لهم ده صوته كويس أوي بس هو ما بين قوسين في العربي ما فاهمش عربي فخلوه يتعلم بعربي ايو اللي بس حددك أنا فهمت ان انت والدك إزاعي الوالد أصلا إزاعي أه طبعا بس هو ما كانش دعا بالموضوع ده خالص يعني الوالد إزاعي أصلا بس هوك ما كانش يعني حتى ما كانش يعني اشتغل إنت وريني هتعمل إيه وكأنهم قبلوك يعني تحت السروط عشان الصوت صوتك كويس بس العربي ضوية بس وخلي بالك أي صفة ممكن اللي واحد يكتسبها يتعلمها إلا الصوت ده بيبقى حاجة من عند ربنا يعني شكرا